بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء في حلقات يوم الاثنين مش ببقى فرحان بس لأن يوم الاثنين ده يوم ميلاد النور كله وميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم فرح ممكن يكون يوم الاثنين وبينضم إليه كمان يوم الاثنين ده إنه بيبقى ميلاد للأمل وعشان يبقى فيه ميلاد للأمل وحنا يمكن اخترنا أن يوم الاثنين يكون الكلام عن ميلاد الأمل اللي هو تربية أولادنا اخترنا يوم الاثنين عشان كده إحنا وبنتكلم عن تربية أولادنا وبنتكلم عن الأمل في الجيف بكرة وإحنا بنتكلم في حلقات يلا نبني لازم نتكلم على أن اللي بيكبر أولادنا وهم بيلحظوا بيتشربوا من البيئة اللي حواليهم مننا ومن نظرتنا وإسلوب عشتنا ومبعيداتنا وخاصة في فترة المراقة بيبدأوا يبحثوا ويتسألوا عن هويتهم هم مين؟ ده سؤال بيبقى سؤال محوري عندهم هم مين؟ غاية وجدهم إيه؟ ربنا خلقنا في الحياة ليه؟ وبعض الأحيين أقول لكم حاجة لما الأسئلة دي ما بتتجاوبش صح وبتتساب الأولاد بيوصلوا في لحظة من اللحظات إن هم يشوفوا حياتهم عباثية الحياة دي ما فيهاش معنى ولا مقصد من أجل إن احنا نعيش فيها فتصور أولادنا اللي بيشكل جواهم معنى الحياة بيبقى شيء مهم جدا جدا بتترسم به شخصيته ولذلك النهاردة هنتكلم إزاي نتكلم وإزاي نحاول نغرس في أولادنا المعنى الحقيقي للحياة لأن المعنى الحقيقي للحياة هو ركن الهوية عند أولادنا بيخلي نظرتهم لنفسهم ولدورهم في الحياة مختلف تماما ويخلي أسلوب تفاعلهم مع الناس ومدى منعتهم وصلبتهم النفسية مختلف تماما ويكاد يكون في شكل متزم وكمان ده بيأثر في مدى استعدادهم للنضوج ورضاهم عن الحياة لذلك مهم جدا جدا لتصورات أولادنا عن الحياة عشان ما يعملوش إيه ما يفسدوش تصورهم عن الحياة بمعاني فاسدة تفسد عليهم علاقتهم وتفسد عليهم أدوارهم وتفسد عليهم كل مكونات حياتهم فمثلا من التصورات الفاسدة تصور أن القبول مرهون نحن نذكر بقى مجموعة من التصورات اللي بتفسد عليهم معنى الحياة أن القبول عند الناس أو القبول في الحياة مرهون بالتميز هو لو ما تميز الناس مش هتقبله عشان تكون مقبول من حبيبك ومحترم في المجتمع حواليك وليق قيمة في الحياة لازم تكون هيرو بطل خارق وده يفسر لكم حاجة مهمة جدا 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 ايه؟ حاجة حضرة النبي حذرنا منها ان الرجل اللي يكذب ومش مقصود الرجل اللي هو الكبير الانسان يعني ان الانسان اللي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب وان الكذب يهدي الى الفجور في الحديث الاخر الكذب يهدي الى الفجور اولادنا سعاد بيعملوا كده عشان احنا عايزينهم يبقوا هيرو ويبقوا بطل الاولاد يكذبوا عشان يظهروا نفسهم ما بيغلطوش او يظهروا نفسهم افضل من الاخرين وعشان يكونوا متميزين انهم يمثلوا سعاد او يستهلكوا انفسهم من اجل نظر الاعجاب وشعور بالتقدير فيدخل الاولاد في جلد للذات ويدخل الاولاد في الوفرثينجنج ومن هما وصغيرين ولذلك الاولاد عشان فكرة التميز ممكن الاولاد يحصل لهم نوع من انواع استهلاك الزات بكل الاشكال والجوع للقبول والتقدير بيجعلهم في بعض الاحيين يفرطوا في جانب من جوانب حياته يفرطوا في في المذاكرة فيبقى الاولاد ما عندهمش ادنى معرفة باي ثقافة حواليه ويصبحوا بناء دمين عجزين على انهم يتفاعلوا مع الحياة هل معنى كده اننا بقول ان اولاد ما يذكروش لكن لازم الانسان لا ينسى نصيبه من الحياة ولا ينسى نصيبه من الدنيا مع ان قيمة الانسان الحقيقية في تكريم الله له فقيمته الحقيقية انه يكون انسان مش يكون مذاكره بس مش يكون بيشتغله بش فلازم نفهم الحياة بكل تفاصيله فلو تأمننا مثلا كل الرموز المجتمعية والرياضية اللي موجودة في حياتنا وحياة اولادنا هللاقي كانت رموز وموضوع تقدير للناس مش من اجل تمييزهم فقط لكن كان رمز بانسانيته رمز بالتزانه رمز بقدرته على ادارة موهبته وادارة حياته بشكل صحيح